بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الرابع في الوحدة الثانية ومع هذا التمرين حول حل نظام خطي باستخدام طريقة معكوس المصفوفة وهنا سوف نوجد معكوس المصفوف في استخدام المحددات أو طريقة المصفوفة المرافقة في البداية نكتب هذا النظام الخطي على شكل مصفوفة 2-1-0-2-0-1-3-1-1-x-y-z-4-0-1 وهو على الصورة AX تساوي B في البداية نكون بحساب قيمة محدد مصفوفة المعاملات لأنه إذا كان صفرا فيكون لهذا النظام ليس له معكوس مصفوفة وبالتالي ليس له حل فمحدد المصفوفة A يمكن أن نحله بأي صفة أو أي عمود أنا سوف أحله بالعمود الثالث العنصر سالب واحد هذا إشارته سالبة سالب سالب واحد يتبقى عندنا المحدد الصغير المكون من 2-1-3 سالب واحد زائد العنصر واحد إشارته موجبة ويتبقى المحدد 2-1 سالب 2-0 يساوي سالب سالب موجب سالب 2-3 زائد 0 موجب 2 يساوي سالب 5 موجب 2 يساوي سالب 3 أي أنه لا يساوي الصفر أي أن هذه المصفوفة non-singular matrix وبالتالي لهذا النظام يوجد حل وحيد الخطوة الثانية لإجاد معكوس المصفوفة هو حساب مصفوفة المينورز أو المحيددات يمكن حسابها مباشرة بالطريقة السابقة فيكون الحل كالتالي سالب واحد واحد اثنين واحد اثنين سالب خمسة سالب واحد سالب اثنين اثنين حتى نحصل على مصفوفة المعاملات نغير إشارات العناصر التي تكون هذا المعين وتبقى باقي العناصر كما هي دون أي تغيير فتكون المصفوفة كالتالي سالب واحد سالب واحد اثنين سالب واحد اثنين خمسة سالب واحد اثنين اثنين وتكون الادجونت ماتريكس المصفوفة المرافقة للمصفوفة A كما نعلم هي C ترانسبوز مدور المصفوفة C فتساوي سالب واحد سالب واحد سالب واحد اثنين 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 خمسة اثنين ويكون معقوز المصفوفة في هذه الحالة A-1 هو واحد على محدد المصفوفة سالب ثلث في C ترانسبوز المصفوفة المحولة سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد اثنين 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 خمسة اثنين ولا داعي ضرب السالب ثلث فيه داخل المصفوفة لأنها سوف تعقد لنا الحسابات التالية أما إذا كان مطلوب هو معكوز المصفوفة فقط سوف نضرب هذا السلب ثلث في داخل المصوف الآن حل النظام يكون على الصيغة X تساوي A-1 في B لذا فإن X هي المتغيرات X, Y, Z يساوي A-1 سالب ثلث سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 2, 2 2, 5 2 في مصوفة النواتج الثابتة 4, 0, 1 سالب ثلث نضرب الصف الأول في العمود الأول سالب 4 موجب سالب 4 موجب 1 سالب 4 سالب 2 8 سالب 2 سالب ثلث سالب ثلاثة سالب 6 موجب 6 وفي النهاية هذا يساوي 1 2 سالب 2 فيكون قيمة X هي 1 و Y هي 2 و Z هي سالب 2 شكراً لك سالب 2 سالب 2 سالب 3 ألا نرا رغم 6 سالب 3 سالب 2 سالب 3 شكرا